على أشلاء اليمنيين وجوعهم يواصل المخلوع توسيع امبراطورية المالية ومحاولته الدائبة في الهروب من العقوبات الأممية المفروضة عليه تفاصيل كثيرة كشفها التقرير الجديد للجنة العقوبات الخاصة باليمن والذي يعرض في جلسة خاصة لمجلس الأمن ويغطي الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم في الشق المالي من التقرير الذي أعدته اللجنة يظهر نجل المخلوع كأحد أبرز الوجوه الجديدة في تفاصيل لا تزال تتكشف عن كيفية إدارة صالح لعلاقات المالية المشبوهة والتي تشكل مورد مهما للحرب التي يخوضها ضد اليمنيين بالشراكة مع ميليشي الحوثي منذ عامين ووفقا لما جاء في التقرير فإن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمس بنوك في خمس دوال استخدمها خالد لغسل الأموال من ضمنها 84 مليون دولار تم غسلها خلال ثلاثة أسابيع خلال العام 2014 وفي التفاصيل قال التقرير أن خالد علي عبدالله صالح يدير عمليات مالية بتوجيهة من أبيه رغم قرار العقوبات مسهلا لوالده الوصول إلى مصادر مالية مكنته من المحافظة على قدرات لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن اللجنة وبحسب التقرير حصلت على أدلة إضافية تثبت تحويل حسابات بنكية كانت باسم المخلوع وكذلك تحويل أسهم في شركات بعدة دول كانت مملكة للمخلوع إلى نجلة ويظهر التقرير أدلة جديدة على قيام خالد بتأسيس شركة ريدان للاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة كأداة لممارسة أنشطة متعلقة بغسيل الأموال لصالح أشخاص المدرجين في قائمة العقوبات بل إضافة لترأس إدارة عدد من الشركات التي تعمل كواجهة لأنشطة والد الاستثمارية في عدد من الدول منذ نهاية 2014 وبحسب المعطيات الجديدة يتوقع أن يضاف خالد نجل المخلوع وعدد من القيادات العسكرية الواردة في التقرير إلى قائمة العقوبات الأممية التي تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر وفقا للقرار 2140 الخاص بالعقوبات في اليمن والتي تضم المخلوع ونجله الأكبر وزعيم ميليشي الحوثي وعدد من المساعدي اشتركوا في القناة